ظروف استثنائية تجرى خلالها الاختبارات الوزارية للثنوية العامة في محافظة حضر موت هذا العام اختبارات وزارية جاءت بعد موجة إضراب شامل للمعلمين في المحافظة شل العملية التعليمية خلال معظم أيام الفصل الدراسي الثاني على خلفية مطالب حقوقية وهو من عكس على واقع التعليم للطلاب بالرغم من محاولات إدارات الثانويات تعويض أيام الإضراب عبر وسائل مختلفة تم تدشين اختبارات الوزارية للطلاب الصف الثالث هذا العام في ظل ظرف استثنائي بسبب انقطاع الدراسة بسبب الاضراب وحقيقة هي ذهبت على الطلاب 42 يوم فعليا حاولنا مع إقرار الاختبارات تعويضها بعمل دروس تقوية ومراجعة قبيل الاختبارات حيئة الطلاب نوعا ما وبحمد الله حضروا في أول يوم بشكل كامل لم يتغيب إلا حالات لا تجاوز أربع حالات لظروف خاصة بهم عدم إكمال المنهج التعليمي وحالة الخدمات المتردية التي تشهدها المحافظة وقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وسط أجواء الصيف الحارة وظروف البيئة التعليمية انعكست سلبا على حالة الطلاب في أوقات المذاكرة والاختبار نحن طلاب الصف الثالث ثانوي نواجه صعوبات كبيرة من ناحية المراجعة وبالسبب أننا لم نكمل المنهج كامل بسبب الأضراب المعلمين ثانيا انقطع التيار الكهربائي ولكن نحمد الحمد لله سنكافح حتى نحصل على الشهادة مهما كلف ذلك أي ثمن أكثر من خمسة عشر ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات الوزارية في مئتين وخمسة مراكز اختبارية هذا العام في حضرموت في ظل ظروف استثنائية تمر بها العملية التعليمية وسط حالة عدم الاتفاق بين النقابات التعليمية والسلطات المحلية الحاكمة وهي حالة عقدت المشهد التعليمي في المحافظة وساهمت في تعثر العملية التعليمية لأشهر عبدالله من يمن شباب حضرموت